سيحضر الرئيس البولندي أندري دودا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيكين على خلفية قرار بعض دول الغربية مقاطعة أولمبيا دي بيكين الشتوية 2022 دبلوماسيا. وقال مساعد الرئيس البولندي جاكوب كوموتش إن الرئيس البولندي يعتزم حضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببيكين. ما لم يتغير وضع الوباء في البلاد أو الوضع الأمني على الحدود البولندية. وأشار المسؤولون البولنديون إلى أنه لم يعد من مصلحة بولندا الاستمرار في انتقاد الصين لإرضاء الولايات المتحدة.